الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في إحاطة إعلامية جديدة حول الأوضاع الصحية في دولة الإمارات ومستجدات أزمة مرض كوفيد-19 معكم دكتورة آمن الضحاك الشامسي المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات ودت أن نبدأ إحاطتنا اليوم بكلمات أمل وتفاؤل واطمئنان وتطلع إلى المستقبل كلمات لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في اجتماعات حكومة دولة الإمارات لتطوير استراتيجية ما بعد كوفيد-19 هدفنا اليوم ليس فقط حماية صحة الناس وإنما حماية الاقتصاد وحماية المكتسبات وحماية الحياة الكريمة اللي تعبنا عليها خمسين سنة ونحن نصنعها لشعبنا انطلقت اجتماعات حكومة دولة الإمارات لتطوير استراتيجية ما بعد كوفيد-19 يوم أمس وتستمر لثلاثة أيام تجتمع فيه قيادات دولتنا وعقول وطننا لوضع خطة تنقل اقتصادنا ومجتمعنا وقطاعاتنا الصحية والتعليمية والخدمية إلى بر الأمان لمرحلة ما بعد كوفيد-19 جمهورنا الكريم مع استمرار فحوصات كوفيد-19 اليومية على مختلف شرائح المجتمع على مستوى الدولة والتي وصلت اليوم إلى 26763 فحصاً جديداً حيث نتوقع زيادة نسبية في حالات الإصابة وذلك نتيجة لتكثيف الفحوصات إلا أن نسبة من هذه الزيادة هو نتيجة أيضاً للتساهل في الإجراءات الوقائية من قبل بعض أفراد المجتمع وذلك على الرغم من كافة الجهود التوعية من الجهات الصحية وجهود فرق العمل في مختلف القطاعات حيث كشفت الفحوصات عن 680 إصابة بفيروس كورونا المستجد وأغلب الحالات تتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة دعواتنا لهم جميعاً بالشفاء العاجل بإذن الله وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة على مستوى الدولة حتى يومنا هذا إلى 18878 حالة تشمل المتلقين للعلاج والمتعافين وكذلك حالات الوفاة جمهورنا الكريم تستمر حالات الشفاء والتعافي والحمد لله إذن نعلن اليوم عن شفاء 577 حالة إصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 5381 حالة وبذلك ترتفع نسبة التعافي إلى 28.5% من إجمالي الحالات جمهورنا الكريم يؤسفنا الإعلان عن وفاة ثلاثة أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي الوفيات على مستوى الدولة إلى 201 شخص حالات الوفاة سببها مضاعفات سببتها الإصابة بالفيروس وبأمراض مزمنة تغمد الله كافة المتوفين بواسع رحمته وألهم ذويهم الصبر والسلوان يصبح بذلك عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج 13.296 حالة من جنسيات مختلفة نتمنى الشفاء العاجل للجميع بإذن الله الجمهور الكريم تضمنت الحالات اليوم إصابات ناتجة عن عدم تقيد أربع عائلات بالإجراءات الاحترازية وتجمعهم لأداء صلاة التراويح في مخالفة لما صدر عن مجلس الإمارات للإفتاء والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والجهات الصحية من استرشادات وقائية مما تسبب في نقل العدوى لبعض أفراد العائلة والحجر على باقي أفراد الأسر ندرك أهمية تأدية الشعائر والعبادات في هذا الشهر الفضيل ولا تكتمل إلا بالتقيد بإجراءات الصحة والوقاية وستطلعنا اليوم دكتورة فريد الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة على تفاصيل أكثر فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية من مرض كوفيد-19 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات نبارك لكم ما تبقى من شهر رمضان ونتمنى لكم صيام مقبولا بإذن الله نؤكد فيما تبقى من هذا الشهر على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية خاصة مع ملاحظة بعض العادات لدى الأسر مثل إقامة التجمعات العائلية والتي تسببت كما ذكرت الدكتورة آمنة بإصابة أفراد من أربع عائلات والحجر عليهم بعد تعرضهم للإصابة كما لوحظ استمرار بعض العائلات في توزيع الأطعمة من منازلهم على الجيران وعادة توزيع الإفطار على الصائمين والذي قد يشكل خطورة في انتقال المرض هذه العادات متأصلة في شعب دولة الإمارات وندرك حب الناس لعمل الخير ومساعدة الآخرين ولكن هذه الممارسات وإن كانت بحسن نية قد ينتج عنها نقل العدوى للآخرين الظروف حاليا تحتم علينا الإبتعاد عن هذه الممارسات واستبدالها بالتبرع لدى الجهات الرسمية في الدولة وذلك لسلامة الجميع الإخوة والأخوات يمثل ارتفاع عدد الإصابات حول العالم تحدياً كبيراً وهو تحدي أيضاً لكل شخص مننا والذي يتطلب مننا التعامل مع الآخرين على أننا مصابين بالمرض وأيضاً تطبيق الإجراءات الوقائية على اعتبار أن الآخرين مصابين بالمرض وذلك لأن احتمالية الإصابة واردة في كل الأوقات وذلك لحماية وسلامة الجميع وهنا نوضح نقطة مهمة وهي أن عدم ظهور الأعراض لدى الأشخاص لا يعني بالضرورة خلوهم من الإصابة ولكن قد ينقلون العدوى لمن حولهم خلال هذه الفترة وذلك دون علمهم من الأهمية لنا جميعاً التركيز على فئة مهمة في المجتمع والتي تتمثل في الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والشرائين وأيضاً كبار السن ومن لديهم قريب يحتاج إلى رعاية طبية وأيضاً الأشخاص ذو المناعة الضعيفة لأنهم من الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض ورسالتي لهم وبالذات لهذه الفئة اليوم التي قد يكون منها الأب أو الأم الجد والجدة الأخ والأخت والطفل في كل منزل ولكل من يتولى رعايتهم ولأن هذه الفئة الغالية علينا مهمة بأهمية مكانتها في قلوبنا جميعاً نقول لهم لأننا نحبكم وتهمنا صحتكم نبقي على مسافة أمان معاكم ولكننا قريبين منكم دائماً ويتوجب علينا إننا نحن نحرص عليكم كل الحرص المهم في التعامل مع هذه الفئة تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامتهم من خلال تباع عدد من الإجراءات في المنزل وهي لبس الكمامات عند زيارتهم والحفاظ على مسافة آمنة عند التعامل معاهم وتجنب الاتصال المباشر والاكتفاء بالسلام من بعيد أمر آخر مهم وهو الاهتمام بالنظافة الدورية ويشمل ذلك تطهير الأسطح التي تتم ملامستها كثيراً مثل الأبواب والهواتف ومفاتيح الإنارة التي إلى جانب الإجراءات الأخرى ومن المهم الحفاظ عليها وغسيل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر كما ننصح بعدم مشاركة أدواتهم الشخصية وغيرها من الأدوات مثل الأطباق والأكواب مع الآخرين من الضروري كذلك تجنب خروجهم للأسواق أو الاختلاط مع الآخرين وقضاء حاجاتهم ومستلزماتهم اليومية بالإضافة إلى تعزيز مناعتهم من خلال الاهتمام بتطبيق نظام غذائي صحي لهم وممارسة التمارين الرياضية والحصول على قصد كافي من النوم هذه الإجراءات تقلل بإذن الله من احتمالات الإصابة وانتقال العدوى لهم وأخيراً كما أن هذه الفئة الغالية أولوية كبرى في تطبيق الإجراءات الوقائية باعتبارها من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد إلا أن أيضاً من المهم تحسين المناعة لكافة أفراد المجتمع من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والابتعاد عن الضغوط والإجهاد وتجنب التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي لدى الجميع الإخوة والأخوات في ظل عودة الأنشطة الاقتصادية وافتتاح الأماكن العامة نؤكد على أن هذه الخطوة لا تعطي الصلاحية في التهاون بالإجراءات الاحترازية حيث تحرص كافة الجهات على تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والتقليل من احتمالية انتقال المرض في الأماكن العامة وهنا نشدد على أهمية الالتزام بعدم خروج الأطفال وكبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة والمضاعفات لهذه الأماكن حفاظا على صحتهم وسلامتهم وضرورة لبس الكمام بشكل دائم خارج المنزل وتجنب الأماكن المزدحمة وابقاء مسافة لا تقل عن مترين بيننا وبين الآخرين رسالتي اليوم لإخواننا وأخواتنا لا تكن أنت السبب في وصول الفيروس لمنزلك لأنه بالاستهانة قد تصيب أشخاص أعزاء عليك دعواتنا لكم جميعاً بوافر الصحة والعافية شكراً لكم الإخوة والأخوات سلامتكم وصحتكم أولوية قصوى لحكومتنا ومسؤولية مشتركة بيننا جميعاً تغير الأرقام سواء في زيادة حالات الشفاء أو حالات الإصابة يجب أن لا يقلل من عزيمتنا في الثبات والاستمرار بالإجراءات الوقائية ويجب علينا جميعاً عدم التهاون في الالتزام بها لأنها السبيل الوحيد لتغلبنا جميعاً على هذا التحدي بإذن الله حم الله بلادنا وشعبنا ودمتم جميعاً في بيوتكم أمين